جانو كردستاني يقدم معلومة قد لا يعرفها الكثير لماذا سميت أمريكا بهذا الاسم؟ أمريكو فيسبوتشي بالإيطالية ولد في 9 مارس 1454 ميلاديا في فلورانسا إيطاليا وتوفي في 22 فبراير 1512 ميلاديا في إشبيلية إسبانيا هو بحار ومستكشف إيطالي عمل تحت حكم مملكة البرتغال ومملكة قشتالة قام بعدة رحلات إلى العالم الجديد وهو أول أوروبي فكر بأن سواحل أمريكا الجنوبية ما هي إلا قرة جديدة بينما كان الكل في ذلك الوقت بما فيهم كريستوفر كولومبوس يظنون أنها امتداد لقرة آسيا لهذا تم التسمية العالم الجديد لأول مرة في خريطة مارتين فلدسميلر سنة 1507 ميلاديا بأمريكا كتكريم له يعتبر أمريكو أحد أكثر شخصيات عصر الاستكشاف المثيرة للجبل ويتساءل المؤرخون لماذا اختار مارتين فلدسميلر اسم أمريكا عوضا عن كولومبيا وتتضح الأعجوبة وعندما نعلم أن رحلات أمريكو فيسبوتشي كانت معروفة أكثر من رحلات كاريستوفر كولومبوس وتتميز بمصداقية كبيرة شرطة صفلية اكتشاف القرة الجديدة في عام 1497 أوفدت حكومة فلورانسا الإيطالية شبا طموحا يدعى أمريكو إلى أسبانيا للعمل ضمن وفدها الدبلوماسي وهناك عمل تحت إمرة شخص يدعى بيراردي ساعد في تموين حملة كولومبوس الأولى لاستكشاف القرة الجديدة عام 1492 ومن المحتمل أن أمريكو نفسه ساعد في الإعداد لحملة كولومبوس الثانية والثالثة ولن يخفي حينها غيرته من كولومبوس ورغبته في أن يصبح مستكشفا مشهورا مثله وفي عام 1499 واتته الفرصة للعب دور المستكشف حين شارك في بعثة جديدة بقيادة الأدميرال الإسباني ألونسو أجيدا غير أن أمريكو الذي كان مديرا للتموين اختلف مع أجيدا فاتجه إلى الجنوب في حين اتجه أجيدا إلى الشمال وخلال هذه الرحلة استكشف أمريكو نهر الأمازون وقسما كبيرا من سواحل أمريكا الجنوبية قبل أن يعود إلى هيتي حيث اتفق معه جيدا على اللقاء وبعد أن عاد إلى أسبانيا رغب في متابعة استكشاف الأمريكتين غير أن الملكة إيزابيلا لم توافق على تموين رحلته المقترحة وفي عام 1501 خاطب ملك البرتغال الذي وافق بشرط تملك البرتغال للأراضي التي سيكتشفها وفي هذه المرة تعمق أمريكو إلى الجنوب أكثر وتوغل في نهر بلتودع ملكية البرتغال للبرازيل وهذا سر تحدث البرازيليين للغة البرتغالية وبعد عام كامل عاد أمريكو إلى لشبون بدون ترحيب شعبي أو اعتراف الملك بفضله مما أثر على نفسيته كثيرا ومع هذا قام برحلة ثالثة عام 1503 رسم خلالها الحدود الساحلية للقارتين الأمريكتين ولعل أبرز إنجازاته إعلانه أن الأراضي الجديدة المقتشفة هي قرة جديدة ومنفصلة تماما وليست الجزء الشرقي من آسيا كما كان يعتقد الجميع بما فيه كولومبوس الذي مات على هذا الاعتقاد ترجمة نانسي قنقر